نكمل معاكم ونروح لخطاب اللجنة الأولمبية والخبر الانتشر منذ ساعات واللجنة الأولمبية تقارر إقاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي أزمالك أربع سنوات وتغريمه مئة ألف جنيه طيب أنا هارع لحضراتكم كده النص واحدة واحدة هارع لحضراتكم وهفهمه ليكم وإحنا بتكلم مع بعض على الهوى عشان هو يمكن خطاب طويل شوية لكن لازم ناخد حيثياته لازم أشرحه لحضراتكم زي ما هو مكتوب بالظبط هنعرضه قدامكم على الشاشة وأنا كمان هارع علشان خاطر أفهم حضراتكم كل النقاط اللي موجودة فيه البيان بيقول اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأحد للنظر فيما انتهى إلي التحقيق في الشكاوى المقدمة في بعض الشكاوى اللي تم تقدمها من كل من رئيس النادي الأهلي رئيس نادي أزمالك السابق ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي أزمالك والاتحاد المصري لكورة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكورة القدم والاتحاد المصري لكورة اليد وعدد من الشخصيات الرياضية والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي أزمالك بسببهم وقضفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها يعني كل الناس اللي أنا قلت لحضراتكم دول اشتكوا اللجنة الأولمبية في شخص رئيس نادي أزمالك أنه هو بيسبوهم ويقصفهم وده بيعملهم إساءة وليه مؤسساتهم الرياضية اللي بيمثلوها مستخدما في ذلك قناة نادي أزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي وكذا وسائل التواصل الاجتماعي يعني نتكلم على الفيسبوك نتكلم على اليوتيوب وانتهت التحقيقات التي قام بها السيد القادي رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التي تناولها التحقيق والتي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق إلى ثبوت المخالفة المنسوبة إليه والتي شكلت خروجا صارخا على الدستور والقوانين والموافق المصرية والدولية وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحدرة من الرياضة وقررت اللجنة توقيع العقوبات الأتية على السيد مرتضى أحمد محمد منصور رئيس نهاية الزمالك للألعاب الرياضية أولا ده أول قرار في الحكم بعد البيان والخطاب اللي قلت لحضراتكم الصادر من اللجنة الأولمبية أولا وقف السيد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نهاية الزمالك للألعاب الرياضية عم زولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريم مبلغ مئة ألف جنيه مصري مع ما يترتب على ذلك من أثار والتي منها على الأخص الآتي عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي به عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طول مدة الإقاف جيم عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مرسلات أو غيرها تخص نادي الزمالك وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويت فيها وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة يعني أولا أن المستشار مرتضى منصول لا يمثل نادي الزمالك أمام أي حد فيما يخص النادي يعني أي حاجة فيها خصوصية للنادي المستشار مرتضى منصول لا يمثل نادي الزمالك به ما يكونش موجود أو يرقص أي اجتماعات فيها جمعيات عمومية أو مجالس إدارة للنادي طوال مدة الإيقاف اللي هي أربع سنوات جيم أنه هو لا يعتمد توقيعه على أي حاجة ليه علاقة بالأمور المالية ولا أي حاجة ليه علاقة بالمرسلات أو التفوضات وبيوجهه الدعوة لنائب رئيس مجلس الإدارة المستشار جلال إبراهيم أحمد جلال إبراهيم وأعضاء مجلس الإدارة أنه هم في أول جمعية عمومية عادية فيها بند انتخابات للمقاعد الشغيرة يعني المقاعد الفاضية يعملوا فيها انتخابات على مقعد الرئيس ثانيا في النقطة التانية إبلاغ النيابة العامة بالوقائع اللي فيها التحقيقات واللي بتشكل جريمة جنائية لأعمال شؤونها حيالها ثالثا إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأعمال شؤونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشا للحياة العام بالمخالفة لمثاق الشرف الإعلامي لجنة الأولمبية هتعمل بلاغ للنيابة العامة بالوقائع اللي فيها التحقيقات اللي منها أخدت قراراتها اللجنة الأولمبية أخيرا هيكون فيه إبلاغ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن قناة الزمالك والألفاظ والكلام اللي بتقال فيها ده كله تم تبليغه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية حيال الدعوة أو حيال التحقيق اللي كان صادر في شخص رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور